كغيره من المستشفيات الميدانية الأخرى منتشرة جنوب طرابلس لا تقتصر خدمات ميداني محور طريق المطار على إسعاف المصابين فحسب بل تتعداه لتشمل علاج الجرحى جراء الحوادث المرورية وغيرها المستشفيات الميدانية من طريق المطار يقدم جميع الخدمات من مصابين من حالات مرضية من إسعاف حوادث سير لكل حتى المدنيين بالرغم من استهداف المستشفى الميداني ولهذه الانتهاكات التي تعد علينا الخصم نستمرين بتقديم الخدمات القائمون على المستشفى يؤكدون أن مسيرتهم الإنسانية متواصلة ولن تتوقف نتيجة استهدافه من ملياشيات حفتر وأن دورهم أكبر من تهديدات العدوان من المخلفات التي أحدثها القصف المستشفى الميداني يصابط سائق سعاف بشطايا ويصابط دكتور ويصابط ثلاثة سيارات سعاف وصيارتين مدنيات والمبنى وبالرغم من هذه الانتهاكات والعدوان هذا لازلنا مستمرين بتقديم خدمات طبية لأن نحن مجالنا تقديم الخدمات الطبية ونوصلها لرسالتنا إن شاء الله ولم يسلم المستشفى الميداني بطريق المطار من القصف المدفعي لمليشيات حفتر وخلف استهدافه إصابات بشرية وميدية ومع ذلك لا يزال يقدم خدماته الإنسانية ويخاطر بروحه لينقذ أرواح الضحايا